السؤال اللي بعد كده بيسأل بيسأل أسأل عن شهادات الادخار الخاصة بالبنوك علي العائد من حلال أم حرام قرأت العدد من الشيوخ إنها ربا ربا نسيئة فما الحال لمن معه مبلغ من المال وليست لدي القدرة على التجارة ويروض الحفاظ على الأموالي ويخرج له ربح حلال وشكرا لا مفيش حد بيقول إن إيه إن إداء المال في البنوك في شكل ودائع خلاص استقرت الفتوى على إن إداء المال في البنوك حلال وليس هذا من قبل القرد عشان يبقى فيه ربا نسيئة يبقى فيه واحد أقرض شخصا أنا لا يمكن أكون حطيت فلوسي في البنك عشان أقرضه أنا حطيت فلوسي في البنك عشان أعمل إيه عشان أستثمر أموالي فاستثمار أموالي العائد الذي يعود من هذا المال ده عائد استثماري وليس عائد على قرد فلذلك ما يدخلش في قاعدة قرد جرى نفعا فوربا فلذلك الأموال اللي أنا وضعتها في البنك هي أموال أنا أمول بيها مشروعات البنك أنا بمول بيها مشروعات إيه البنك وعلى ذلك شهادات الادخار الاستثمار وعن ذلك أنت قلت شهادات الادخار لكن هي في الحقيقة شهادات الاستثمار فشهادات الاستثمار الذي وضعته الذي أنا وضعت مالي فيها في البنك هذا مال حلال طيب يجوز أن أنا أتصدق منه يجوز أن أنا أبني مسجد منه يجوز أن أنا أحج منه فهو كسائل الأموال الحلال بالعكس في بعض الأحيان يبقى من المستحب أن أنا أحط مالي في هذه الأوعية الاستثمارية لأن لو كنت عاجز عن إدارة مالي لأن دوات هيضيع المال لأن دوات مالي هيكون خطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال نهى عن قيلة وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال فإذا كان أنا مالي أريد لا وأنا ما حططوش في هذا الوعاء الاستثماري فعلي أن أنا أضعه في هذا الوعاء الاستثماري وإن شاء الله ربنا يكتب لي السواب ويكتب لي الخير فهذا المال مال حلال فيه خير وفيه بركة إن شاء الله